لكل حضارة ظل وتاريخ فكيف إن كانت هذه الحضارة سليلة ألاف السنوات وجذورها ضاربة في عمق تاريخ كالحضارة اليمنية بعد أن طالت أثار الحرب كافة مناحي الحياة في اليمن ووصلت حد المساس بالإرث التاريخي في واحد من أغنى البلدان بالمواقع الأثرية الفريدة التي قامت عليها أكبر الحضارات الإنسانية في اليمن القديم الأمر الذي دفع القيادة السياسية بمناشدة العالم لوقف بيع تاريخه في متاحف السوق الأوروبية السوداء مؤخراً كشف البحث الأمريكي المتخصص في شؤون الأثار أليكساندر ناغل عن أن أثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري ويتم تهريب قطع الأثار من اليمن عبر دول مثل الإمارات وإسرائيل مؤكداً طورت العديد من المستكشفين والأكاديميين والديبلوماسيين في تهريب الأثار من اليمن وفي محاولة لجمع الشتات الأثاري اليمني قالت الحكومة الشرعية إنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا وكشفت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صدر أخيراً أن الحكومة الشرعية رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض قطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية ومنذ الانقلاب الحوثي الأسود عام 2014 تعرضت الآثار اليمنية لعملية نهب وتهريب ممنهج حتى أضحط تجارة رائجة تتم بمزادات علنية حيث يتم تهريب وبيع الآثار من عدد من المحافظات اليمنية كما هو الحال في محافظة مأرب وشبوى والجوف وإيب كونها مناطق غنية بالمواقع الأثرية التي طمرت صحاريها حضارات عدد من الدول القديمة الكبرى مثل السباء وحمير وأوسان وقتبان وحضرموت ومعين وغيرها تجريف حضاري غير مسبوق لحضارة عريقة يمثل تهديدا وجوديا وخطيرا للدولة اليمنية وسط غياب للدور الرسمي إلا من تعليقات خجولة وبائسة فهل سيراقب اليمني بصمت كيف تطمر حضارته ويباع إرثه في مزادات العالم مثلما رقب وشاهد دولته وجمهوريته وهي تنهار أمام ناظريها